ينطلق هذا الشوط الخاص للقعدان الحقائق من مسافة الأربعة كيلو مترات شوطنا السابع الذي لا يقل أهميتهن عن الأشواط التي مضت وانقضت نبحروا إياكم مع هذه الانطلاق مع هذه التحديات صدارة الشوط والمركز الأول هنا العالمي من يتصدر هذه الجموع سعد بن خلف القرشي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط المركز الثاني نرى ونتابع في هذه اللحظات وحيشان مع المركز الثاني حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الثاني أما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات سلهود عبد الرحمن بن محمد الدوسري مع المركز الثالث والمركز الرابع نتأخر قليلا لكي نتابع المركز الرابع وصل في هذه اللحظات شاهين علي بن مسعود بن حمده المري مع المركز الرابع والمركز الخامس اللي منطلق في هذه اللحظات مع المركز الخامس اللي منطلق الناظر راشد بن بخيت بن مقارح المري ها هي النتيجة ها هو النداء الأول ومن هنا تحول إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى من ينطلق إلى من يتصدر إلى من غير الأمور في هذه اللحظات وحيشان وحيشان مع المركز الأول حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط لكن المركز الثاني القادم والمنطلق سلهود سلهود مع المركز الثاني بشعار عبد الرحمن بن محمد الدوسري مع المركز الثاني والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات شاهين علي بن مسعود الحمده المري مع المركز الثالث المركز الرابع المنطلق في هذه اللحظات مع المركز الرابع هذا غير مدول لدينا في الكشف والمركز الخامس وصل في هذه اللحظات وان طلق خوف سعد بن شاكر الشريف ها هي النتيجة والنداء الثاني ولكني أرى 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 شعارات بدأت بالتقدم بدأت بالانطلاق لكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول أوحيشان أوحيشان حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الأول ومع الصدارة لكن المركز الثاني المركز الثاني شاهين شاهين مع المركز الثاني شعارك يا بن حمد علي بن مسعود المري مع المركز الثاني أما المركز الثالث المجهول مع المركز الثالث المركز الرابع وصل في هذه اللحظات عز الجيش ناشي بن رضيان البقمي مع المركز الرابع والمركز الخامس وصل شعار راشد بن بخيت بن مقارح يقدم لنا الناظر الله الله لكن العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى بن بيشان بن بيشان مع المركز الأول ومع الصدارة الله الله يقدم لنا وحيشان وحيشان ينطلق بشعار بن بيشان الله يا سلام المركز الثاني وصل شعار تعرفنا عليه هذا شعار بن قريع محمد بن علي بن قريع يقدم لنا في هذه اللحظات شاهين مع المركز الثاني المركز الثالث هنا عز الجيش ناشي بن رضيان البقمي مع المركز الثالث المركز الرابع وصل في هذه اللحظات سعد بن شاكر الشريف مع خوف وصل فاران بن عتيق بن قريع مع مبشر لكن أعود للصدارة أعود لللي غير أعود لللي انطلق الله الله شاهين مع المركز الأول محمد بن علي بن قريع مع المركز الأول الفيصل 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 هنا مع المركز الأول ومع الصدارة محمد بن علي بن قريع المري مع صدارة هذا الشوط والعصاف البطان بدون أي توامر لكن المركز الثاني عز الجيش مع المركز الثاني ناشي بن رضيان البقمي والقادم في هذه اللحظات وحيشان عادل المنافسة حمد بن محمد بن بيشان لكن أعود الله أعود للصدارة أعود لشعارك يا بن قريع الفيصل 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 محمد بن علي بن قريع مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط والعصاف البطان الله 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 تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمحمد بن علي بن قريع المري على فوز الفيصل بناموس هذا الشوط بدون أي توامر تهانينا والناموس المركز الثاني وحيشان حمد بن محمد بن بيشان المركز الثالث عز الجيش ناشي بن رضيان البقمي والمركز الرابع محمد بن بيخيت الزعيري مع جسار والمركز الخامس علي بن راشد البتلى تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع على فوز الفيصل بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس للجميع يوميا